في رعاية خليفة بيقول انه لا ما تقوليش المباراة دي محتاجة فتوح والمباراة التانية محتاجة حمدي ما تقوليش ان المباراة دي محتاجة مروان عطية والتانية محتاجة امام عشور ما تقوليش المباراة دي محتاجة محمد هاني والمباراة التانية عمر كمان عبدالواحد ان المنتخبات في المباراة المجمعة مهم جدا انت بتثبت تشكيل مهما كان المنافس سهل او صعب تثبت تشكيل وتغير لقدره لو فيه إسابات أو غيابات بس أنا مش مختنع بديه قوي أنا مشوف أن لعبة اللي بيوصل لفل منتخب مصر هو لعب أصلا يعني مستوى عالي فهي اختيرات متعددة لفل المنتخبات غير لفل الأندية أنت في الأندية بيبقى عندك مثلا كل نادي عنده أربعة خمسة تؤال لازم يثبتهم ولازم يعمل التجانس طول الموسم إنما المنتخبات هو قريدي لعيب عنده قمية كبيرة من الخبرات وفيه تنوع وفيه اختلاف ما بينهم والمنتخبات مختلفة وفيه فكرة تانية إن اللعبة دي أصلا قريدي لعبت مع بعض ومشات كتير جدا في الفترات السابقة فما فيش اللي هو أنا محتاج أحفظ زميل هما قريدي يعني عندهم المعرفة ببعض هو مش هيجي يتعرف البطولة كلها كريم سبع ثلاثة في المجموعات وبعد كده ستاشر ثمانية سبع متشات فمش الفترة اللي انت هتعمل فيها تجانس التجانس موجود قريدي من فترة تواجتهم مع بعض لا أنا أعتقد إن كلهم ببارلوز رفة وانت ما تلاعب موزنبيك غير ما هتلاعب جانا غير ما تلاعب كوفيردي غير ما تصطدم في المغرب ولا السنغال لأ وحتى أوقات المباراة نفسها مختلفة ببعضها فمحتاجة لأ المدرب لازم يستخدم كل الحيل وما أعتقدش إن فيه منتخب يعني احنا شفنا الأرجنتين كان بتستخدم لعيبة كتير طوله البطولة ما فيش حد بيثبت في المنتخبات التشكيل لممكن تثبيت التشكيل ده في الأندية بيبقى آه عارفين من 11 تسعة حاجة زي كده إنما في المنتخبات بيبقى فيه سبعة آه كده معروفين إنما لازم فيه مركزين تلاتة كده بتغيرهم بتغير شكل الفريق 100% نفسي